ده ما شوف مشهد غريب جدا جدا من أهل غز إيه اللي حاصل؟ قاعدين بيعملوا أكلهم بأقل الإمكانيات ومع ذلك مصممين ويكملوا حياتهم وانتوا فاكرين الرجل لما كان بيقوله احنا بنشرب الشاي بنشرب الشاي احنا مشكين قاعدين في الأرض ومش هنسيب الأرض ويستمتوع بالأكلة البسيطة اللي قدروا يعملوها وإيه اللي حاصل؟ لأنه شايفين اللي في الأكلة دي مدد ربنا الذي يطعمني ويسقين هو شايف كده فيفرحوا بالمية لما توصلهم آه ما شايف إن ربنا سقاء وبيفرحوا بالعيش اللي قدروا يخبزوه وبكباية الشاي وبأبسط الأشياء اللي هم ما قدروا يعملوها حتى وإن كانت عادية اللي احنا ما بنقدرش نشعر بجمال ده في عشرات عشرات الأضعاف ده الجيل اللي هيخرج ده هي جيل اللي هيخرج وهو عارف يعني إيه نعمة ربنا لكن هم شايفيننا احنا شايفين ده مش عادي ولكن نعم ربنا سبحانه وتعالى برزقه تستحق الشكر ولو وسعنا نظرتنا هلاقي كمان إن من لطف الله سبحانه وتعالى في الأحداث إنه سبحانه وتعالى كل أمره خير هلاقي إن العالم بسبب الأحداث دي بدأ يفكر ويبحث عن الإسلام ويغير وجهة نظره عن الإسلام أقول لك حاجة بدأ الناس يفكروا في التفكير غريب أوي أوي كان كل المشهد قبل كده بيقول على فكرة دي حرب دينية وشركاء الشيطان يطلع يطلع اللي بيتكلموا باسمهم يقولوا إن هم بيقتلون إنه إحنا يهود والله ما حصل أنت كذاب والدليل على ذلك على فكرة إن دي ملاش دي مش حرب دينية وملاش ده عبر بالدين وإنت بتكذب وعشان كده الناس بتدعوا يغيروا رأيهم ويقولوا لأ دا الإسلام اللي بيعملش كده والدليل على ذلك إيه اللي حصل بالمناسبة أنت اللي أزيت أنت بصهيانتك دي وبصهيانتك دي أزيت أهل هذا الدين والناس كانوا عايشين في وسطنا أهل فكرة وما زالوا عايشين في وسطنا يعني ساعة ما كان الناس كلهم مثلا في أوروبا بيتعرضوا للخطر الناس في مصر عملوا إيه عاشوا في مصر هم اللي خرجوا بإراضيتهم لما خدعتهم وكذبتوا عليهم وقلت لهم تعالوا عاشوا في مصر لما أقنعتوا الناس أن هم يؤمنوا بفكرة فكرة أنهما يكونون شركاء الشيطان ويغتصبوا الأرض والعرض والناس كانوا عايشين والدليل على ذلك حتى الآن الناس موجودين في إفريقيا المسلمة في الشمال الإفريقيا وموجودين في أسيا المسلمة كمان في اليمن وغيرها الناس موجودين موجودين أهل هذه الديانة وما زلنا حتى الآن موجودين في هذه الديانة وابتدوا يعرفوا أن الفكرة اللي تصدرت لهم دي عن الإسلام وأنه قدين إرهاب فكرة مخطئة